حدث العرف الحزب هو أنه بعد 18 مايو اللي كان فيه تحديد اللجنة التحذيرية جمع اللجنة التحذيرية تم انتخابي كرئيس اللجنة التحذيرية العملية انطلقت سيد الأمير العام بعد انتخاب ما متقبلش النتيجة فقام بردود الأفعال ولكن اللجنة التحذيرية اللجنة التحذيرية تعمل بشكل ديمقراطي و تبع المصار دينا احنا باشي طيارة احطاب الاخوة المرادية احطاب رباني قرارات طرد غير قانونية كل ما بني على باطل فهو باطل تشكيلة دي المكتب الفيدرالي عاود بدلها كاملة وبالتالي غير قانونية وما ينتجه هنا فهو غير قانوني انتخاب المؤتمرين في القريب العجل من اجل اعداد المؤتمر الناجح للمؤتمر الرابع اللي خصوة يفرز قيادة شابة وقيادة جديدة ان شاء الله انا مش بوحد السبب ان احنا واحد مجموعة عن الناس سبب رئيس في انجاح الحزب في خروج ديالهم الازمة ديالهم وكن قول بان هذا الحركة وهذا الحركة لكنا داخل الحزب لكي اعتبرها ايجابية جدا باكاش تبين بانه رايح حزب ديمقراطي حزب حقيقي حزب في الاختلاف في الاراء وهذه المعركة تزم بزيان ونبينو الجميع اللي كي اعتقد بان الحزب غيضعاف بالعكس سيكون اكتر قوة من السابق وهدسوا اخصيتو جزو استحاكي من نسبة وكي سابق في طبوت الى وابالي في اكوادور جئو طبوت حتى ما مباشلنا نطمنى من الله انه ومرجع المغرب ويضربوا الريح ديال الاطلاس والريح للبحار يبالي باننا ركن غير كيحل في الاكوادور